ايها الاخوة المواطنون الاحرار ان هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار ابراهيم الحمدي حنم الدولة وكرامة اليمنيين ما ابعد اليوم عن البارحة لحظة فارقة اللحظة التي انجبت الحمدي الرئيس الذي احب اليمنيين واحبوه تلك المرحلة التي اعقبت حربا ضروسا بين الجمهورية والملكيين وتعاظم خلالها الصراع الاقليمي جاء عهد الحمدي بمثابة تصالح مع تطلعات اليمني في مرحلة النضوج لثورة السادس والعشرين من سبتمبر كان الحمدي القائد الشاب رجلا عسكريا يحمل عنفوان الثورة ثورته التصحيحية التي ولدت من رحم الجيش كانت المرحلة هي مرحلة الجيل الشاب لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الذي كان يحاول رفض موت الروح الثورية فخاض بهم معركة الاصلاح المالي والاداري الذي قدمه واشرف عليه رغم كل العقبات التي اعترضت طريقة حظي الرجل بمباركة شعبية كان الحمدي الرئيس الوحيد الذي احب اليمن اكثر مما حكمها كما قيل عنه في الدكرى الواحدة والاربعين لرحيله يتذكر اليمنيون زيارته الاولى للرياض ذهب الرجل متحررا من كل الرموز والقيادات التقليدية التي طالمت احنت هامتها للمملكة واثقلت الدولة وسلبتها سيادتها خرج حينها المغتربون اليمنيون مهللين برئيسهم تعامل الحمدي مع المغتربين باعتبارهم سفراء بلدهم وعقد المؤتمر الاول للمغتربين في مارس 1976 ترى ما الذي سيجول بخاطره لو شاهد المغترب اليمني اليوم وحال اليمنيين في المنفى والشتاة هو الوطني الذي هتف بقاتليه خذوا السلطة واكملوا ما بدأناه الشعب امانة في اعناقكم قتل الحمدي في مؤامرة اسقاط الدولة اليمنية ومحاولة دفن حلم اليمنيين الذي لا يزالون حتى اللحظة يخوضون معركتهم لاستعادته واحد واربعون عاما لم يجد اليمن خلالها قائدا يحب اليمن ويحبه كالحمدي الرئيس الحمدي الذي لا يزال حاضرا في وجدان اليمنيين وذاكرتهم فيما يغيب المتهم بقتله خلف ركام التاريخ وصخط اليمنيين